أهلا بحراتكم مرة تانية الأهلي أخيرا استقنف تدريباته ونقول أخيرا لأن بصراحة جمهور الأهلي مش بس بيستنى مباريات الفرقة لا دايما بيبقى عايز يتابع الفرقة يشوف التدريبات يتطمن على اللعيبة يتطمن على الجهاز الفني الكواليس بتاعت الأهلي دايما بتبقى مختلفة بصراحة جمهور الأهلي دايما بيبقى عنده شغف لمعرفة كل الأخبار بتتعلق بالندي والتحديد الفرية الأول لكرة القدم والله كل الألعاب داخل القلعة الحمراء فالفترة الفاتت كانت أجازة احنا فترة التوقف بتبقى مملة للبعض بشكل كبير جدا دايما منحب المطشط دايما منحب نبسط بكرة القدم لكن النهاردة عاد فريق النادي الأهلي للتدريبات في إطار بداية الاستعداد للمرحلة الهمة جدا المجبلة اللي هتبتدي من خلال مواجهة صعبة للغاية في بطولة كاس مصر بتحديد ربع النهائي يوم 27 من الشهر الجاري أمام مقالون العرب في البطولة التي تعتسل فاتت يعني احنا عارفين دايما منفيش ترتيب شوية من ظروف أمور كتيرة جدا ان شاء الله نتفادل الحاجات اللي زي دي في القادم لكن في كل الأحوال هدف من أهدافك بطولة كاس مصر استعدادها هيكون قوي جدا وبدايته كانت النهاردة وتدريبات أكيد كانت غاية في الأهمية في حضور كولر المدير الفني السويسري اللي ابتدى بداية أكثر من رائعة مع النادي الأهلي واللي وصل للقاهرة خلال ساعات فاتت وقاض مران الفريق النهاردة السبح خلينا اتكلم معاكم واحنا بنعرض لحضراتكم كده بعض اللقطات للتدريبات النهاردة عن أهم الأخبار يعني النهاردة الفريق استأنف تدريباته وكان فيه اجتماع ما بين كولر المدير الفني الفريق والكابتن سيد عبدالحفيز مع اللعبين زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة بالزبط والاجتماع كان في إطار يعني الحديث عن البرنامج التدريبي الخاص بالفرق خلال المرحلة اللي جاية والأهداف المحددة وكافية التركيز المعتاد من اللعب النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية وشارك كل اللعبين بخلاف طبعا المصابين اللي كان عندهم بعض التدريبات التأهلية وحقلكم أخبار واحد واحد يعني نطمن جمهيري النادي الأهلي بشكل كبير لكن فقرات المران النهاردة كان بتشمل على تدريبات استشفائية في الجيم وبعد كده كان فيه يعني تدريبات بدنية استمرت لحوالي ساعة لربع تحت إشراف أندريس أندويا دي اللي كانت في الجيم الأول يعني أندريس أندويا دا اللي هو منضرب الأحمال وبعد كده تدريبات بدنية في الملعب وبعد تدريبات الكورة وفقرات كلها أكيد غاية في الأهمية طبقا للبرنامج المحدد خلال الفترة حالية في إطار الاستعداد للتحديات المجملة بكرة الأهلي حيوصل تدريباته بشكل طبيعي بس المراتي حتكون التدريبات على فترتين وعودة هذا يعني القرار من كبل كولر خصوصا بعد فترة راحة كانت خمسة يام فبتشوف المعدلات البدنية أخبارها إيه بتحاول تسترجع الجانب البدني المميز لعند اللاعبين اللي تم تجهزهم من خلاله أو من خلال فترة الإعداد والمعسكر اللي كان قبل بداية الموسم واللي كانت نتائجه مصمرة للغاية من خلال فوز الأهلي في الست المبارات اللي لعبهم على المستوى الرسمي وكان من خلالهم كمان بطولة السوبر أمام نادي الزمالك فبكرة التدريب حيكون على فترتين المرة الأول حيكون الساعة 9 الصبح المرة الثانية حيكون الساعة 5 العصر أو المغرب وإن شاء الله بإذن الله يكون الجاهز الفني باللعبين موفقين في هذه الفترة الأكيد أكيد هتكون مفيدة جدا جدا بالنسبة لكولر الرجل حطي إيده بشكل كبير أو بالنسبة مقاوية عالية للغاية على إمكانيات اللعيبة أكيد بعض الأمور اللي لسه برضو عايزي قيمها بشكل أفضل فبالتالي ما فيش أحلى من كده فترة بالمناسبة ربما يكون فيه مباراة واتنين وديتين يعني يستعد من خلالهم لاستئناف الموسم القروي في مصر بمختلف المسابقات